اخر حاجة قبل مطلع لاخر اخبار التريند عايز اطمن حضراتكم على اليو ديانج اليو ديانج سافر خلاص الى النمسا المفروض بكرة باذن الله في فحص طبي اليو ديانج زي ما هو اتقال كده بالزبط هيخضع لمنظار استكشافي على الربة عشان الطبيب النمساوي وهو نفس الطبيب اللي اجرى جراحة الصليبي لأكرم توفيق وكريم فؤات هو اللي هيعمل نفس المنظار الاستكشافي على الربة لأليو ديانج فهذا الطبيب هيشوف من خلال المنظار أليو ديانج محتاج ايه بالزبط هل عملية تنظيف هل قدر الله ممكن يكون غضروف هل ممكن يحتاج عملية كل ده هنعرفه بعد ما يخضع أليو ديانج لعملية منظار واستكشاف على الربة عشان نطمئن على نجم خط وسط النادي الاهلي أليو ديانج في الفترة اللي جاية نتمنى له السلامة ان شاء الله بإذن الله يرجع سالم خلال الفترة اللي جاية أليو ديانج لو ما رحكس الأمم كان بيعاني من نفس الإصابة ولما رجع لتدريبات النادي الاهلي اشتكى منها وتم إجراء الكشف الطب عليه وتم يعني التحضير لسفر أليو ديانج اتأخرت شوية عملية السفر نتيجة التأشيرة ولكن خلاص هو موجود حالياً في النمسا وبكرة ان شاء الله هيجري العملية الجرحية عشان نطمئن على النجم المالي لعب خط وسط الأهلي أليو ديانج